تحياتي لك يا فاروط، تحيات كابتن محمد حشيش، تحيات دكتور أحمد ثابت، مبروك لشباب الأهل، أداء أكثر من رائع، وأيضاً كمان نتيجة رائعة بخماسية أمام برمز من جديد بجد التحية بيك يا كابتن أسامة والكابتن مصر، الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت، وبكل مشاهدينا مشاهدي القناة النادي الآلي في كل مكان مليون مبروك لكل جماهير للنادي الآلي، أنا معي بعتبره نجم المباراة لأنه تولى المهمة في ظروف صعبة جداً كانت التحديات صعبة لكنه دايماً ده قدر أبناء النادي الآلي، الكابتن أحمد عبدالزاهر المدير الفني الفريق للنادي الآلي اللي بيقود النهاردة الفريق النادي الآلي الفوز على فريق بيرامدز بخمس أداف واعتلاء صدارة البطولة كابتن أحمد ده برحب بيك على شاشة قناة النادي الآلي، تحياتي لكابتن أسامة حسني، كابتن حشيش، دكتور أحمد ثابت مليون مبروك على الفوز النهاردة وعلى الأداء والنتيجة الكبيرة على فريق بيرامدز النهاردة حبيب يا فروق متشكر وتحياتي طبعاً لكابتن أسامة وضيوفه وكابتن حشيش ودكتور أحمد الحمد لله طبعاً الولاد عمروا مرش كويس النهاردة، أداء كويس ونتيجة كمان كبيرة وكويسة فريق بيرامدز فرقة محترمة وفرقة منظمة وليهم شكل، إن إحنا نكسب بالأداء ده وبالشكل ده دي حاجة كويسة وهو بس كلامي للولاد إنه هما لو كل ماتش بيعملوا نفس الشغل ده وبنفس الأداء وبنفس الروح محدش هيوفوا قدامكم، إحنا أعتبر أحسن لعيبة في مصر، أحسن تنظيم في مصر، أحسن إدارة في مصر المفروض كل ده يبان في الملعب، لكن طبعاً تعرف السن ده بيبقى دايماً فيه حاجات شغلة باله كتير مستقبله، الفترة اللي جاية اللي داخل عليها هتبقى وغدى تبكير كتير منه ده بيأثر شوية على أداءه أو أحياناً بيبقى مركز وأحياناً تانياً بيبقاش مركز بس ده الحمد لله يعني النهاردة الولاد كانوا عنده حسن الظن وقدوا أداء كويس ونتيجة كويسة الحمد لله ليه رتم الأداء أو النتيجة قلت في الشوط الثاني؟ شوفنا الشوط الأولاني شوط نموذج من اللعاب اللي نادر أهلي أهضرنا أكثر من فرصة هدف حقاناً أربع هداف، الشوط الثاني هدف وحيد، يعني نتيجة الشوط الأول طمينة اللعاب أكثر كابتاً نحمد عن سولة اللقاء؟ أكيد طبعاً يعني أربع سفر الشوط الأولاني الدنيا بتريح منك شوية زي دنيا إحنا كنا وغدين الهوى الشوط الأولاني، الهوى بيفرق برضو في المنشاط ضغطنا عليهم وقدرنا نحرز الأربع أهداف، في الشوط الثاني هم الهوى معهم وهم حاولوا يضغطوا شوية، نحن كنا وقفين كويس ومنظمين وبنطلع بالكرة كويس من تحت وبنعمل المرتدة كويس فالحمد لله ربنا كرمنا في الشوط الثاني كمان وقدرنا نجيب الخامس أخيراً تدام بطلومة والمرحلة دي والسن ده سن صعب جداً خلاص آخر سنة تعتبر اللعبة ما بين أن هي آخر سنة أو أخي أو لا اللعب يفكر في مستقبله وتحضيرك النفس اللعبة دي خلال المبارد بيعمل إزاي كيف ترى؟ يعني أنا كلام يليهم كلهم يسيبوا الأمور على ربنا كل واحد يعمل اللي عليه ويتعب ويخلص يعني اللي بيتعب في شغله عموماً يعني ربنا بيجزيه فما يشيلوش هم حاجة أو يشيلوه هم المرحلة اللي جاية على قد تعبك وعلى قد تركيزك وعلى قد إخلاصك في المرحلة اللي أنت فيها دي ربنا هيكرمك إن شاء الله سواء في فريق أول أو في فريق كويس يا فاروق إن شاء الله يعني نشوفهم قريب مع الفريق الأول يكونوا إضافة لولاد النادي الأهلي في الفريق الأول إن شاء الله يا فاروق أتوقع الكابتن أسام عايزي وجهلك سؤال فاضل يا كابتن أسام أولاً بارك للكابتن أحمد عبدالزاهر النهاردة يعني أداء أكثر من رائع طوال 90 ديام اللعيب النادي الأهلي استحواز فرص كمان خماسية رائعة وبرضو حتة إن إحنا موجودين معا قناة الأهلي وستاد الأشبال وبنزيع المباراة على هوا مباشرة دي أثارها برضو على اللاعب لو اللعيب برضو يعني النهاردة أنا حسب المعلومات اللي عندي النهاردة الإدارة الفنية في الفريق الأول بيتفرجوا على اللعيب النهاردة بتابعوا المباراة كمان يعني حتة نفسية لللعيبة إن الجهاز الفني بيتابع المباراة وحتة تسوئية لللعبين أصارها على اللعبين والإعداد النفسي لكابتن أحمد عبدالزاهر من الناحية دي لللعيبة برضو كابتن نسيمة بيبارك لك على المباراة بيبارك لك على الأداء على الاستحواز على النتيجة على الأمور الفنية التي تمت في المباراة لكن بيسألك يعني شايف أن تواجد كاميرا قناة الأهلي إنها بتصور الحدث أو اثنين المباراة مباشرة على هوا مباشرة الفريق الأول بيتابع بيتفرج كارلوس المطور ومكتشف المواب في الفريق بيبقى موجود دايما في التدريبات أصار ده على اللعبة إزاي بيبقى تجهيز للعبة وأيضا نحية تسوقها للعبة شايف الأمور دي إزاي كابتن أحمد ما فيش شك طبعا ده بيدي حافز كبير جدا للولاد مصر كلها تقريبا بتتابع القناة وبتشوف المنشاط فبيسوقوا نفسهم يعني أنت بتعرض نفسك وبتعرض الإمكانياتك الناس بتتكلم عنك سواء بقى تظهر به سواء ظهرت كويس الناس بتتكلم كويس ظهرت مش قوي فالكلام بيبقى سلبي شوية فده سوق أنت بتعرض بضاعتك في السوق دوت وعلى قد بقى حسن عرضك للبضاعة بيجي لك المشتري فإن شاء الله ربنا يكرمهم وده طبعا حافز يعني هو النهاردة حتى فارق معهم جدا أنه من القناة جد بيقدوا بروح عليها وبتنظيمه وكتال من أول دي إلى آخر دي وده اللي احنا بستنينه منهم دايما إن شاء الله كابتن أحمد وبالتوفيف إن شاء الله في المقارات اللي جاء ونتواق بالبطولة بإذن الله إن شاء الله حبيب يا كابتن فارق تحياتي لكابتن أسامة وكل ديوفه كابتن أسامة ده كان اللي قال مع كابتن أحمد عبد الزاهر تحياتي минفلة عبد الزاهر تحياتي من في accurately também